هذه الاشتباكات تستكمل في المخيم وترتفع نسبة التوترات حتى صار فيه إصابات بصفوف الجيش اللبناني وبدأت صيدة بإقفال الإدارات الرسمية وحتى الجامعة اللبنانية أقفلت أبوابه أول شيء كيف تقرأ اليوم هذه الصورة داولتك؟ لهذا الاقتتال غايته يستحضر نموذج نهر البارد يحطه في الجنوب لكي يدخل المنطقة هناك إلى أحداث شبيهة لأحداث نهر البارد يكون فيها الجيش اللبناني طرف يستجر إليه وبالتالي يدخل بصراع قد يكون ممكن هل ترى اليوم أنه صار السلاح الفلسطيني عبق على الفلسطينيين أولاً وعلى الشعب اللبناني ثانياً؟ هذا التصرف في عين الحلوية بالتحديد من حيث موقع المخيم خصوصاً في منطقة الجنوب خصوصاً على طريق الذي يربط الجنوب بالشمال حول هذا التصرف إلى عبق كبير على الواقع اللبناني